السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. آآ برحب بالمشتركين معي في القناة وكمان برحب بالمشتركين الجديد معي في القناة. وبشكركم على كل التعليقات الحلوة اللي انا بشوفها معي. آآ هنقول النهاردة ان شاء الله قراءة عاطفية آآ لموليد برج الحوت. ان شاء الله. آآ هنشوف بس الاول الطاقات الموجودة معي في القراءة. آآ شايفة الطاقة المائية. آآ طبعا طاقتك يا برج الحوت. آآ وهنشوف لو في طاقات مائية تانية شايفة في طاقات نارية. آآ في طاقة مائية تانية شايفة طاقة برج العقرب. آآ وفي طاقة هواقية. آآ برج الحوت آآ عندك تعب تعب عضوي. هنتكلم عن تعب اللي انا شايفة دلوقتي تعب عضوي. تعب في ظهرك. آآ عندك تعب في ظهرك من فترة بيقليمك جدا. الف تلاية لكل مواليد جرج الحوت. آآ انت بتعاني بقيلك فترة من الساعة دا جدا. واللي شايفة هنا ان السبب عند بعضكو سحر. شايفة السبب عند بعضكو سحر والسحر دا من حد مقرب منك يا برج الحوت. فيه سحر من حد مقرب منك. وده سبب السعب اللي انت بتحط بيه دا. فيه ندم. شايفة حد ندمين انت او الشريك فيه انفصال وندم وتفكير في الماضي. عايز ترجع. او لو القراءة عكسية او الشريك عايز يرجع فيه بعض. شايفة فيه طرف تخلى. فيه طرف تخلى عن الثاني. بعض مواليد برج الحوت. فيه حزن. فيه حزن وانتواء. وما بقاش عنده ثقة في حد. الحالات اللي فيها انفصال شايفة كتير منكم مش عايز بيرجع. فيه حالات فيها انفصال فيه كتير منكم مش عايز بيرجع خلاص. انت خدت قرار بالبعض وبتفكر في ارتباط جديد. انا شايفة كمان تقاط ترابية. فيه تقاط ترابية ظهرت. آآ فيه حد تعرض الخيانة مش عارفة انت ولا الطرف التاني. آآ بس انا شايفة كارت العدالة بتلعلك. انت بتطلب العدالة يا برج الحوت وهتتحقق ان شاء الله. يعني حتى انت كمان في الفترة دي هيكون عندك توازن في تعاملاتك. هيكون عندك توازن في تعاملاتك وافقارك بالذات من الناحية العاطفية. يعني هتكون بتفكر بعقلك اكتر وتحسب لكل حاجة قبل ما تعملها وبتفكر كمان في اللي بتسمعه. يعني مش بترد. غير لما تكون حللت الموقف كويس وهتربط ده. آآ تحليلك ده يعني للموقف هتربطه بقوة الحدس عندك. لان انت يا برج الحوت آآ 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 يعني بتقدر آآ عندك هقول لك ايه? آآ الحدس عندك عالي. يعني اغلب تحليلاتك وتوقعاتك بتكون طح. آه. انت في امور انت هتقدر تسيطر عليها وتحلها في الفترة دي. شايفة فيها علاقات تقفل فيها الاتصال تماما. ممكن من ناحيتك. او من ناحية الطرف التاني. علاقات خصل فيها خزلان. ما حدش عايز يسمع. اي ما حدش عايز يسمع بعد كده حاجة تاني. بس عايز اقول الاول ان العلاقات اللي اتكلمت عنها. وحصل فيها سحر تفريق. حاول يا برج الخوط تفت بالسحر. لا يعني بالطرق الشرعية طبعا. آآ لاني شايفة ان انت والشريك في الوضع ده انتو بتحبوا بعض جدا. انت والشريك بتحبوا بعض جدا. آآ والمنع القوي ده بيأثر على العلاقة. يعني ممكن لو ما روحتش لابطال السحر ده. ممكن العلاقة تتهدى على الاخر. انا على فكرة اغلب الابراج التقريبا اللي انا شفتها في الشهر ده. فيه سحر. آآ يعني حاولوا تلجأوا ربنا في الفترة دي. آآ بطلوا السحر بالطرق الشرعية. اخراج استدقات ضروري. ان شاء الله الامور تتحسن وترجعوا تاني. لازم لازم. آآ تدوروا على طريقة لإبصال السحر. شايفة كمان الكتير من مواليد برج الحوت آآ في عندكم قريب فيه لقاء عاطفي. لقاء عاطفي جميل جدا يعني. آآ وده هيكون بالنسبة للمتزوجين والغير مرتبطين والمنفطلين. يعني فيه يعني لو المنفطلين هيكون فيه رجوع. ان شاء الله. وبلقاء عاطفي حلوة قوي قوي قوي. آآ بازن الله يعني ربنا يجمع كل حبيب بحبيب ويا رب. آآ آآ لاني شايفك يا برج الحوت العاطفة هتكون مؤثرة عليك الفترة دي جدا. يعني المتجاوزين آآ هيحسوا ناحية الشريك بحب اكتر. هيحاولوا آآ لو فيه مشاكل يحلوها ما يخلهاش تأثر على العلاقة والشريك كمان هي يعني هيساعدك في ده لان الحب متبادل وشايفة كتير من المنفصلين فيه عنده حنين قوي عندهم سواء منهم او من الشريك. طي يعني فبالتاني هيكون فيه لقاء حلو جدا. يعني الحنين اللي عنده المنفصلين هو من النحيتين. ده السياج جامعة اللي فيه سحر. لاني شايفة فيه سحر تفريق. فيه سحر تفريق. فيه سحر تفريق. السحر ده. تحاولوا العلاقة وبشكل افضل. ان شاء الله. يعني مش هترجع زي ما كانت هترجع احسى مما كانت. اما الغير مرتبطين عندهم في الفترة دي حب كبير متبادل. او آآ يقابلوا الحبيب اللي هيحسوا ان هو ده اللي كانوا بيحلموا بيه. آآ او ده الشخص المناسب اللي عايز يكمل معا حياته. وفي كل الحالات في كل الحالات اللي انا اتكلمت عنها هيكون الحب متبادل. يعني يا رب تكون فترة حب سعيدة عليكم يا موليد برج الحوت. آآ طيب المنفصلين ثاني. اهو. يا برج الحوت انت محتاج في الفترة دي تشغل دماغك مع الشريك? لاني شايفة فيه علاقات آآ شايفة علاقات حب تم فيها انفصال بسبب تدخلات عائلية. بالرغم ان فيه حب وفيه علاقات آآ 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 ممكن وصلت لطلاق. فيه الطرف تمع لكلام او سمح لتدخلات آآ وللأسف ده اثر تأثير كبير على العلاقة دي. الطرف ده آآ يعني شايفة فيه طرف محطوط تحت ضغط الزن وتدخلات آآ حصل تشتيت في الافكار. عند الطرف اللي سمح بكده. عنده تشتيت في في تفكيره في وفي العاطفة وفي كل القرارات يعني اللي اللي نتجه تحت تأثير الضغط ده مش هتكون صحيحة. سواء انت او او الطرف الثاني. مش هتكون صحيحة بلو مرة. شايفة تشتيت كبير جدا في الافكار. بسبب تدخلات وكلام ناس ثانية. انتو سمحتون يوم بكده. فلازم طرف فيكو يشغل دماغه ويرجع العلاقة دي تاني. يعني هنقولها بالحيل السليمة. انت محتاج يا برج الحوت تتحيل. تتحيل بس حيل تليمة. وده طبعا مش عيب. ما انت تكون عايز ترجع العلاقة بتاعتك تاني. آآ عايزة اطمن مواريد برج الحوت ان في النصط الاول من شهر مايو في كتير تواصل عاطفي. ان شايفة تواصل تواصل في عندكم كتير جدا آآ تواصل عاطفي آآ وعملي كمان. وعلى فكرة فيه انت غيرك كتير للاحسن. آآ ده هيكون بسعيك وترتيب افكارك آآ بس حبيت عرفك ان الفرصة متاحة في الفترة دي. فرصة متاحة في الفترة دي بانك تركز وترتب افكارك كويس جدا عشان تحقق اللي اللي انا بقول عنه ده. عندك تواصل عاطفي آآ اما المنفصلين في فترة النصط الاول من مايو لازم تخلي بالك جزات الناس اللي عندها مسائل قضائية. لازم تتحلى بالحكمة والتفكير السليم في الفترة دي آآ تتجنب النزاعات اللي ممكن آآ آآ تخسرك. يعني بلاش في الفترة دي نزاع وجدال ورد والحاجات دي كلها نتجنبها تماما يعني ابعد واشغل نفسك باي حاجة وحاول تفكر في حل المشكلة بلاش تفكر في المشكلة. في فرق كبير بين ان احنا نقعد نفكر في المشكلة وان احنا نفكر في حل المشكلة. آآ آآ النزاعات اللي ممكن حد يدخلك فيها دي ده هيكون المقصود منها. انك تخسر. انك تطلع خسران. آآ غير انك فلكيا في الفترة دي برج الحوت هيكون عندك كواكب معاكسة شوية. بس هي فترة هتنتهي. يعني في عندك في الفترة بتاعت النص الاول من مايو فلكيا عندك فيه كواكب معاكسة. بس هي مش هتطول. فانا بما اني عرفتك. فانت تحاول تسيطر على تسارفاتك. وتركتب افكارك في الفترة دي. آآ زي ما قلت هي فترة هتنتهي على طول لو اتحكمت في رجود افعالك لان اللي بنعمله هو يعني يعني بيتركب عليه اللي بيحصل لنا بعد كده. يعني اللي انا هعمله دلوقتي او رد فعلي اللي انا هاخده دلوقتي هو اللي هيترتب عليه اللي هيحصل بعد كده. فانت حاول بما انك عايز اللي يحصل بعد كده يكون للاحسن تركز في اللي انت بتعمله دلوقتي انه ما يكونش فيه اي تهور. آآ في منكم عايز سفر ممكن يتاح لي فرصة سفر في الفترة دي. ان شاء الله اللي عايز سفر ممكن يتاح لي فرصة سفر في الفترة دي شايفة تعت كتير يا برج الخوت. تعب ومعانية في الفترة اللي فاتت بس قربت تنتهي سواء مشاكل او علاقات آآ انت قدمت فيها الكتير شايفة بعضكم بينهي علاقات. علاقات دي سببت ليك تعب وبازلت فيها مجهود. بس شايفة فيك في عندك الدخول يعني على مراحل جديدة عاطفية. مستقرة اكتر. الحب هو اللي هيكون غالب على العلاقة. ويعني الحب غالب على العلاقة وهيلغي اي اختلاف. اي اختلاف العلاقة دي الحب هيلغي. في منكم يا برج الحد الحب ده هيكون جديد تماما. يعني منكم هيكون ومنكم هيكون الطرف الثاني معروف بالنسبة لك بس العلاقة بينكم ما كانتش حب. هتتحول لحب متبادل. آآ لكن في البداية مش هيكون في اعتراف من من الطرفين. يعني في عندكم حب جديد خالص. خد بداخل على حب جديد خالص. ما كانش معروف بالنسبة له. وفي هيكون في علاقة حب لطرف. انت تعرفوا بس العلاقة ما كانتش حب. وهتتحول لحب منك. ومن الطرف الثاني. بس مش هتعترف البعض في البداية. آآ برج الخط يعني انا عارفة ان انتو يعني من فترة آآ من فترة كبيرة انتو تعبنين جدا. كتير منكم حاستين آآ آآ حاستين بدا لحد دلوقتي. يعني حاستين بالتعب ده لحد دلوقتي. آآ بقول لكم تفاقلوا خير تجدوه. آآ اوز ده الزبات بتاعتكم. بالصلاة والاستغفار. آآ يعني علشان اللي انا بقول عنه ده. يعني الفترة اللي جاية دي فيها حاجات كويسة كتير. بس لازم انت التقوي ده عندك. يعني لازم تكون عندك استعداد لانك تستقبل ده. ما تقفلوش منافذ الطاقة عندكم يا جماعة. لاني احيانا لما بلاقي لحد في حاجات كويسة اجيله. ومسلا اسمع من حد يعني اني لأ مثلا ما حصلتش. يعني انت بتحط نفسك في وضع نفسي معين بتقفل منافذ الطاقة فيه. ما تخليش نفسك بتستقبل حاجة. لأ افتح منافذ الطاقة عندك. بالصلاة وبالاستخفار وبالذكر. فان شاء الله تستقبل كل حاجة جميلة لان الفترة اللي جاية عندكم حلوة اوي فيها حاجات حلوة جدا. على المستوى العاطفي. وفلكان كمان على المستوى المادي عندكم شوية حاجات حلوة كميلا. آآ آآ لازم تعملوا كده عشان تستقبلوا الاحسن. او الحاجات الايجابية. يعني يكون عندكم استقبال الحاجات الايجابية اللي هتحصل قريب ان شاء الله. الكراءة انتهت. يا برج الحوت شايفها قراءة ايجابية. آآ شايفة في رجوع لبعض المنفصلين. آآ وشايفة عندك ناصر. وشايفة في علاقات حب جديدة لبعضكم. آآ بس زي ما قلت يا جماعة السحر ده لازم يتفك. لازم يتفك. لازم تطلوه. آآ في الرؤية الشرعية. آآ في البخور آآ بورق اللوري. الحاجات اللي انا بقول عنها دي. حاجات عن تجربة. يعني عن تجربة عملتها مع اشخاص السحر تبطل. آآ وسمع الرؤية الشرعية اللي خاصة بسحر التفريق. تشغلوها دايما. وان شاء الله ان شاء الله آآ يتبط للسحر ده بازن الله. آآ فيه كمان حاجة ممكن اقولها لكم قريب. آآ يعني انا عمليها مع حد. آآ لو جابت معيها نتيجة. يعني مع واحدة ان جزها منش ايه وجزها منفصلين. آآ لو جابت معاها نتيجة. ان شاء الله قريب. هاعلن عنها. آآ هي ايه? هاعلن لكم عنها كلها. بان انتم. آآ تكتدوا تنفزوها. وهقول ان هي جابت نتيجة لان انا ما بحبش اتكلم عن حاجة. غير لما شوف النتيجة بتاعتها بعين. ان شاء الله هتجيب معاها نتيجة. عشان هي تعبنة جدا برضو. هتجيب معاها نتيجة بازن الله. وهبشركم قريب. وتعملوها انتم كمان بالنسبة للمنفصلين واللي عايزة خبيبها يرجع لها ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة. عشان يوصلكم كل جديد. والتفعيل الجرس واللايك. وهستمى التعليقات بتاعيكو ان شاء الله. آآ شكرا للمتابعة برج الحمد.